ده معناه ان احنا هنتكلم او هنتفرج على بطولة متكلفة اكتر من نص تريليون دولار انت متخيل حجم المبلغ وحجم الانفاق للفرق اللي بتشارك في بطولة زي تشامبيونزليج عشان كده لما بنقول انها البطولة الاقوى على سطح الكوكب يعني ما بيكونش ده مبلغة طبعا بطولة كاسة عام بطولة مهمة جدا وخصوصا انك بتسنيها كل اربع سنين يعني تشامبيونزليج بتتلعب كل سنة فبالتالي انت بتباحك كل سنة يمكن جزء كبير جدا من اهمية كاس العالم اول انها على مستوى المنتخبات سانيا طبعا انها بتحصل مرة كل اربع سنين ويا سلام لو فرقتك او منتخبك بيشارك فيها فالبطولة بتبقى ليها زخم وليها اهمية وليها نسب مشاهدة عالية جدا لكن تبقى تشامبيونزليج على مستوى الكورة انا بشوف انها البطولة الاهم والاقوى في رياضة كرة القدم ويمكن معظم الفرق اللي ظهرت في القايمة اللي شفتوها حضراتكم دلوقتي اغلى القوائم اللي بتشارك في البطولة هم الفرق المرشحة للتتويج السندي منهم تلاتة هيظهروا عندنا النهاردة وتعالوا نشوف مع حضراتكم ايه المطشاط اللي هتتلعب النهاردة وتوقيتاتها والمطشاط اللي انرشحها لحضراتكم ديني مزغرب في مواجهة شيلسي دي هتتلعب مبكرا شوية هتكون في ساعة سبعة الاربع بتوقيتنا وهيكون برضو معا في نفس التوقيت مواجهة بروسي دورتموند في مواجهة كوبنهاجن بعد كده كل مطشاط هتكون الساعة تسعة عندنا ريدبول ساليسبورغ في مواجهة الميلان سلتك في مواجهة الريال شختار في مواجهة ليبزيج واسبية او إشبيلية في مواجهة المان سيتي اليوفي بواجه باريس وبانفكا في مواجهة ممثل الكيان المحتل يعني يمكن زي ما قلت لحضراتكم في قايمة مطشاط النهاردة فيه تلاتة من المرشحين وبقوة لتحقيق اللقب عندنا ريال مادريدز هيواجه سلتك خارج الديار خارج البرنابيو هيلعب في اسكوتلندا عندنا طبعا باريس سان جيرما في مواجهة اليوفي يمكن ده كلاش الأصعب النهاردة سيتي الباريس المدجج بنجومه واللي بقى واحد من القوى العظمى اللي متقدرش تستبعده في السنوات الأخيرة من أي منافسة على اللقب في مواجهة واحد من عملقة أوروبا وعملقة بطولة الشامبيونز ليج ولكن طبعا جرع عليه الزمن إلى حد كبير جدا لكن يبقى اليوفي واحد من الفرق الكبيرة جدا وعندنا سيتي طبعا في مواجهة سيبيا أتوقع أن المواجهة دي هيكون فيها كورة حلوة جدا الكلاش الأصعب هو باريس في مواجهة اليوفي الكلاش الأمتع أتوقع أن يكون سيبيا في مواجهة منشوس السيتي والتفوق أنا أتوقع السنة دي السيتي الحقيقة مؤوارد جدا جدا وأتمنى على المستوى الشخصي أنه هو يعملها في وجود هالند السيتي غير خلينا نتفق أن كورة السيتي يمكن تكون الكرة الأمتع والأروع على مستوى أوروبا كلها في السنوات الأخيرة مش بس الموسم ده لكن وجود هالند في التشكيلة أعتقد بيدي تقل كبير جدا للسيتي ويخليه واحد من أهم المرشحين للفوز باللقب لكن ما نقدرش نستبعد فرق زي تشلسي فريق زي الميلان وفريق زي اليوفي كبار إيطاليا بتاريخهم الكبير خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر